يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيدي اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على غنين العودي ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد إبلي سباركا وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود اقرأ ليهدى قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المهدود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مغدود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا إلى حوض الهدى المورودي شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المزدود واقم من الإخلاص قصرا شابخا يدني إلى عينيك كل بعيد كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميدي يا قارئ القرآن لا تركا إلى مدح العباد ومنطق التمجيد قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يستمسكوا بعهود قل للطغاة ومن مشى في ركبهم من طامع ومنافق ومريد إن الذي منع الحرام هو الذي شرع الحلال لنا وكل مفيد هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لقارف وتريدي هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لقارف وتريدي